اشتركوا في القناة اقدر ناخد حقنا بيدنا ولا منتركها على ربنا هو بيخد لنا حقنا واذا كان فيه مجتمع عادل وناس عادلين بالحياة وين نلاقيهم كيف نفتش عليهم هل عن جد الطيور على اشكالها تقعوا ولا لا نحن اوقات منقع بفخ ناس غير عادلين بيكونوا من الداخل انما بيلباس العدل والعدالة بالخارج ومنكل الضرب. هيدا الموضوع اللي مهم كتير ما قلت لكم رح نقشه مع سعادة النقب الدكتور الاسيس ادجار ترابلسي لنشوف بين العدل والظلم العدل واللاعدالة والظلم ما بارشو قاله مرادف صباح الخير اسيس صباح الخير قاله مرادف الجور الجور واو اسيس يعني بعد اذا بدك كل شيء عم يتقدم بالحياة من بعد حتى بسلسلة اللقاءات مع حضرتك منحكي بيروقي عن التقدم العلمي والثقافي والحقوقي بعد نحن بحاجة اليوم نحكي عن العدالة ومفهوم العدالة وميزان العدالة وكيف تطبق العدالة بعيدا عن قصور العدل العدالة نحن بطاعتين بين بعضنا بين افراد المجتمع المرؤوس ورئيسه العيل الام والبي مع اولادهم المدرسة الجامعة المؤسسة المستشفى يعني كل قطاعات العمل بالمجتمع صباح الخير لألك وللأعزائي المشاهدين نحكي بشوية حزن خاصة لما نشوف جرائم متمادية في هالمنطقة من العالم اللي اجا لأل رئيس السلام ومبارح بالامس بالنبطية كان جريمة مدوية راح فيها ضحايا طيبين مسالمين طلاب وناس ببيوتهم فأول شي منعزيهم ومنعزي كل المتقلمين ببلدنا ومنقول ما قلنا إلا إله العدل هلأ سألتني وعم بتقول يا فتلي نظري عن العدالة بعيدا عن قصور العدل ونحن ما منروح على قصور العدل إلا بسبب الظلم الحاصل بين الناس فيا بدك تحسل حقك بإيدك تروح تصمت وقتلي للمعتدي عليك وترتكي بجريمة أو بدك تلتجي لقصر العدل نعم فما عندك خيار فهوني أنا باعتقد هذا اعتقاد شخصي بعد واحد ما يطلع على كل الفضائل والقواعد الإنسانية اللي لازم تكون في المجتمع ويقرنهم بالدين ومتطلبات الدين والفرائد الدينية وكذا أنا أعتقد أنه العدل العدل هو الأهم أنه علم الناس العدل هو الأهم هلأ بتقلي وين موجودة موجودة بكذا محل بالشرائع الإلهية السماوية وكمان موجودة بشخص الله يلي هو العدل العادل وموجودة مثلا بتشوف بكل الوصايا العشرة في شيء عن العدل ولكن الإخرانية لما أقوله لا تشتهي مالي غيرك نعم فهون بعلمك تكون عادل ومكتفي وتعلمك الفضائل وما تمد إيدك إلى آخره أعتقد أنه نقص بتربية الأولاد والأجيال مع كل التقدم العلمي ما في عندهم كتير مواد بيدرسوها بتعلمهم يكونوا حقاوية نعم خلينا نقول الكلمة بالدارج حقاوية فبتتفاجأ أنت الإنسان بيتعلم وبيترقى وبيوصل بس ما أنه حقاوي ويمكن ما بيكون حقاوي لما بتكون مصلحته بالقصة ولكن حتى ما بيكونوا راداراته موجهين نحو الحق والعدل فما بيفهمهم هو منهج تربوي أسيس هو إذا بدك مورثات أخدناها من أسلافنا هو طبيعة البلد نظام البلد بيخليك تكون عادل أو غير عادل بغياب قانون بوجود قانون صارم يطبق بحد ذفيره يعني ممتاز الحقيقة ففي شي صوت الله في الضمير موجود ولكن ينمى إذا كان في التربية في البيت في المجتمع في ثقافة عادلة في ثقافة العدل وهي دي مش كل الناس عندهم إيها الناس عندهم العدل لما تكون الشغلة لقالهم ربيحة ولو هي تنتهك حقوقك وبتخسرك هذا بيكون عدل هيدا بيكون عدل أما أنهم يعدلوا باللي إلهم واللي عليهم ما بيقدروا فبتلاقي هيدا ثقافة بالبيوت بيت البي عنده حس العدل الام عنده حس العدل بيعلموا ولادهم الولاد بيشوفوا أهلهم عادلين بحياتهم بيعدلوا بين الأولاد كمانا وبيعدلوا بعلاقاتهم مع الناس بوظيفهم بأشغالهم كمانا التربية المدارس في التربية أنا بدي أسميها التربية الأخلاقية أنا بسموها التربية المدنية وبدنا نروح لمجتمع يكون في عدل يكون فيه وزن لكل شيء قانوني وحقوقي في الثقافة المجتمعية يلي البيوت والمدارس والمؤسسات الدينية بتثقف الناس والإعلام وكذا هون لما منرب الناس على العدل بيصير عندك مجتمع أفضل من المجتمع طبعا فيه مجتمع أفضل من المجتمع بس مش معناتها ما رح يطلع حتى ضمن هذا ناس لا يعدلون أكيد هيدا اللي بدي أقولك هي أوقات بتشوف بدول بتطبق القانون بس في ناس بنيتهم أنهم يتحايلوا على القانون أكيد ويتخطوا العدل والعدالة ويعملوا لها مكتسبات شخصية يعني صحيح يحط لهم ما لا يحط لغيرهم هيدا بطبيعة البشر الخاطئة والشريرة على طول بيقدروا يفبركوا الشرور ومظالم طيب عظيم ليش الناس اليوم أسيس إذا بدنا نحكي يعني عن العدالة ما بتعدل وشو المبررات اللي بيعطوها لعدم ممارسة العدالة هل هو مكسب شخصي مصلحة شخصية الأنانية فيه لربما تلات نقاط مهمة هوني فيه عدم فهم للعدل للحق واحد اتنين عدم الرغبة بأنه يتكلفوا لإحقاق الحق ما بدي أنا حق من جايب تشيل إحقاق الحق بلا ما فوت فيها هاي القصة ترك الأمور تاخد مجرها خليون حادي عني بسيطة الثلاثة الخبث والشر المصلحة الشريرة على الناس مطلوب منهم يحكموا بالحق ما بيحكموا بالحق بيكونوا مبسوطين بالظلم فبقيدوا الظلم إما عبر صمتهم أو حياديتهم أو تشجيعهم الخبيث غير المباشر بالخفة أو بالعلن ثلاث نقاط بس مش هيني يعني ومنشوفها بمجتمعاتنا نحنا مجتمعنا مش كتير مبني على الحق والعدل لأقول الحقيقة البيئة اللي نحنا هون فيها اللي هي كتير بتحكي ب الله والدين وكذا ما في توجيه بالحق والعدل يمكن تيوري شيء وتطبيق شيء ما بعرف قمرنا عجيب فيه ناس ما عندهم كنسبة العدل مش فهمينه يعني ما بيعرفوا بيستغربوا وبالتالي ما بتوصل معهم لمحل أسيس بس نحنا كمان نكون عم نغزيهم قبل ببرة ما حضرتك طرحنا موضوع ناسي شو هو بس بتذكر وقته وعلقتلي على الكلمة قلتلك الشاطر ما يموت الشاطر بشطارته إذا شفنا حدا مثلا عب ينصب كذا إنه طلع مصار إيه برافو علي صحتان عقلبه إذا هيديك غابي أنا القانون لا يحمي المغفلين طيب عنا كتير هيك إذا بدك مبررات أو تحت القانون منتخبى لا نحنا هوني مش بس شاطر بشطارته الشطارة كيف تكسر القانون وما تخلي القانون يقول أخ كمان ما تخلي العدل يمشي ما تخلي دولة القانون نحنا دولة ورتت هلأ أخيرا أقول جيلنا ورتان قوانين حلوة بس احنا ما منخليها تمشي هيدا هو التيورية بس التطبيق يعني أسيس بهيدا من أعلى المستويات ونزول بصمت بالعشرة على الحقيقة من أعلى المستويات ونزول بيكسروا الحق المشكلة اللي هنين بيكونوا مفكرين حالا على أعلى المستويات هنين بيكسروا الحق تحت شعرات وبعدين بعيتوا على الصغار إذا كسروا الحق مية بالمية طيب هون بدي روح ليش الإنسان بيظلم خيو الإنسان يعني نرجع لقايين وهبيل وهيدا القصة اللي دايما نرجع للأساس ومعك تحديدا يعني من بدء التكوين أول جريمة قلت اللي صارت بالحقيقة هذه القصة بغاية الأهمية فيها كتير من الظلم من البداية طبيعة الإنسان شريرة الشرير يتفكر ضد الصديق ويحرق عليه أسنانه شوف يعني ملنا مشهد الأشرار قد سلوا السيف ومدوا قوسهم لرمي المسكين والفقير لقتل المستقيم طريقهم بتلاقي فيه نية جرمية عند الإنسان وبالتالي ما فيه فهم للحق وحق الآخرين كرامة الإنسان مرتبطة بحقوقه وحقوقه مرتبطة بكرامته فبتلاقي فيه الشرير أنا بدي أقول للأصدقاء يقروا للمزمور 37 اليوم يلي فيه كتير عن الحق والعدل والطبيعة البشرية والله العادل وكيف ننتهك الحق خليهم يقروا أنا قدامي فبيشجعنا كثيرا وبيقول مثلا حد عن الشر وفعل الخير واسكن إلى الأبد لأن الرب يحب الحق لأن الرب يحب الحق ولا يتخلى عن أطقيائه إلى الأبد يحفظون أما نسل الأشرار فينقطع فما تمجد بالشرير والحر بئته زكاة الله يحب الحق فنحن علينا أن نحب الحق المسألة الله يحب الحق نحن نحب الله لكن لا نحب الحق من هيك شوف مالا معادة لي نحن نحب الله دينيا تقسيا مشاعريا مذهبيا غرائزيا لا نحب الحق واقعيا مرح أبعد من هيك أوقات بمواقف معينة ما منوقف مع المظلوم مرح مع الظالم هذه هي بل كلا أنه صاحب سلطة صاحب سيطرة لا أو نحن عنا مصلحة أو نحن عنا مصلحة نحن عنا مصلحة هوني بتشوف بقلب أنا كنت قاعد مع شخص شخصية ظاهر كبيرة جدا بهالبلد في ناس شخصيات كبيرة يبقى عندهم مناصب بس يبقوا مخفيين أحد الأباتي قاعد أنا ويا وجدت حالي قدام شخصية كبيرة جدا بكل المعاني عم بحكي أنا ويا قتينا هو عالم في الكتاب المقدس لقينا أنه نحن عنا قواصم مشتركة في كومن جراوند أنا ويا بس لما قتينا على الدين شرحت له فكرة على الدين أنا فمسألنا الدين عندي هو دين بلا طقوس هو دين بلا طقوس ديني هو دين يتمحور حول شخصية الله بيرمان برلا هيك الله وحده الله بالذات والعلاقة يلي بتربط الإنسان هون وهون بأله فالشي رح تقول له تقول له بدك يعني تتقبلني متل ما أنا وأنا بتقبلك متل ما أنت أنا الدين تبعي منه دين تقصي كوان في نار على السطر نزلنا يعني بمسط بالطقوس لأني أنا أحب الكلمة وأحب الموسيقى وأحب الترنيم وأحب الصلوات بس الدين تبعي هو أولا دين الحق دين العدل دين الإنسان الدين يلي بيخلي الإنسان يرطقي بدون الشكليات فهيدا كان حوار ومبسط أنه فهمانا كيف كان تجاوب رائع رد تفعله رائع أوكي هلأ طبعا كل واحد ضمن الهيئة اللي هو فيها ملتزم ب مرجعيته خلينا نقول لا لا ملتزم هي قصة فيها تراث وفيها تقوس وفيها كتير أمور فمنتقبل بعضنا مش مشكل بس أنا عندي مشكل لما نبشوف أنه نحنا منروح منطبي ما نقدر نزيح الأدية بتقوس والسنة التقصية والديانة بممارستها الفرائضية ونقبل كل شغلة هالأدية التي يخزني من إساءة للإنسان وحقوق الإنسان وضرر الإنسان منقبلون ونقبل أن الناس يشمطوا يسرقوا يعتدوا على غيرهم ونحميهم فهاي ما عم بقدر أفهمها الرب يحب الحق نحن نحب الله هل نحب الحق هون السؤال هيدا المثلث هيك الله يحب الحق أنا أحب الله هل أنا أحب الحق إذا كان واحد يحب الحق هيدا بتكون ديانته طاهرة هيدا بالمختصر المفيد للأطروحة اللي كنا عم نتناقش فيها الفكرية كمان حتى لو نوجد إنسان يحب الحق هو عرض لضغوطات ممكن إذا ما بديشها تزور بيلتزم الصمت بيختفي بيتخبى لأن بعرف ما هيك شوف فيه يعني شوف إذا كان القاضي قاعد على القوس وبدو يحكم رجل المافيا يلي مثبت عليه الجرم وفجأة إجا السكرتير القاضي وشوشه بيدينته وأعطاه ورقة بين إيديه وقال له المافيا خطفت لك ابنك هلأ تترك الزلمي وبتبريه أو ابنك بيندبح شو بتعمل أنا سألت مرة لقاضي قال لي الله لا يجربنا قصة صعبي تبهت انطلقتوا الرجل المافيا بتعرفوا مجرم مرتكب مرأوا لك ورقة ابنك بالداء في قاضي بيقول له بريء براءة في قاضي بده يحكم ولو ابنه راح ضحيه أو قتل ابنه قصة صعبة قصة الحق في المجتمع قصة صعبة طبعا طبعا منهيني بمسرحية الأخواني راح ديني بيترا لو بتقول له يا ملك النصر لو بتعرف ستالة في النصر فضحت شوف أنا بيترا بعتقد بال76 زمني غلطان خدنا بيه على كازينو لبنان حضرنيها شغلت لي بالي بيترا سنوات وأنا بعدني بحضرها وبتأثر شغلي كبيري بيترا بيترا هي البتراء بالأردن ومنقول تحية لأهل الأردن اللي بيحضرونا لأنه احنا منحبهم البتراء ولا ممكن تسقط هي محاجق الصخر تبع سفر عبادية بالكتاب المقدس ولا ممكن تسقط مدينة بالصخر كيف هي تسقط خطفوه للطفلة بيترا صح الملك منتصر وبنته انخطفت قلتلك مثل القصة فهي بتشغلك بالك إذا جديد لموقع بدك تحكم بالحق وخاطفين لك طفلك الصغير شو بتعمل شو قالك القاضي الله نجربنا في أسيس بس خليني هيك جمان يعني طالما نحن قتنا على سيرة القضاء والقصور العدل والعدال نسمع عند ارتكاب أي جريمة والتغطيات الإعلامية من روح على نص بيوتهم ويعني عشوي من رافق للمثوى الأخير نسمع كتير فورة غضب إذا الدولة ما أخدت لنا حقنا نحن بدنا ناخد حقنا بإيدنا كم مرة سمعتها حضرتك يعني إلى جانب أنك كونك أسيس بالمركز الأول حضرتك نائب أنا بدي إليك هيدا الموضوع من عيل جو بموضوع الأخلاق الأفكس الدولة ما تاخد حق الناس رح تدفع الناس ياخدوا حقهم مشروع يعني كل إنسان ياخد حقه بإيده صرنا بشريعة الغاب أسيس يعني العين بالسن العين بالعين والبيدي أظلم صعبه أنك تقول لهم للناس ما تاخدوا حقهم بتصير المظلومية بتصير المظلومية أولا لما صار الاعتداء عليهم تانيا لما ملتأ مين ينصفهم سدي بتصير المظلومية متربلة لما بيجي مين يلومون أنه أنت انظلمت والحق عليك أنت أبصر شو عامل تفلان ظلمك صير المظلومية متربلة شو بدي أقلك فلما يظلم الإنسان هيدا ألم لما ما بيلتأ من ينصفه هيدا ألم مضاعف ولما بيلتأ من يجي دينه أنه أنت انظلمت الحق عليك أنا مبالح شفت هيك شي مشهد بمكان ما بيطلع الحق على اللي انظلم صحيح صحيح فكيف هدينا في عالم ممكن يفقدوا السيطرة على حالهم ويأخذوا حقهم بإيدهم ويصيروا حرام هنين كمان مجرمين مدنين ضحية بس ضحية وضع معين من شان هكي بدي أقلك شيء كبار المفكرين بيشتغلوا بموضوع فلسفة القانون فلسفة القانون وصلوا للخلاصة أنه القانون يحمي الناس والخلاصة بسيطة هي والحكم يحمي الناس وهون بيروحوا لفكرين وأنا بقول لهم لاهوتين لاهوت القضاء ولاهوت الحكم وهولي لاهوت القضاء لاهوت الحق ولاهوت الحكم يلي فيه تحامل عليهم كتير من قبل الروحيين الناس الروحيين بفكروا أنه بتتعالج كل مشاكل الناس بحبة الأسبرو شو يعني حبة الأسبرو الأسبرين هي أبسط حب الدواء أنه صلي خيه و الله هو اللي بيحل كل الأمور هاي دي حبة الأسبرو بمجتمع المتدينين صلي و الله بيحل كل الأمور أغفلوا عن صنع الحق و فرض الحق انتبهت ما فهموا شو معناه حق و عدالة لأشنع إذا واحد ركب على القوس صار يعني قاضي قاضي بالمعنى القاضي ولا بمعنى المسئولية و ما فهمين أنه لازم يصنع الحق صنعا أسيس بتعرف أخذتني على مطرح هلأ يمكن ابعد شوي عن صلب وجوهر الموضوع بس كمان بدي أطرح هالسؤال لأن نحن عم نعيش هيدا الزمن نحن بلبنان ما في بيت منهم حزبي يمكن هن أقلية حتى اللي قال وقت الانتخابات أنه نحن يعني تغييريين ونحن مش منتميين ونحن دم جديد وما بدنا فلين وفلين نحن يمكن منرجع لمرجعياتنا الحزبية والدينية والكنسية اللي بدك إيها تيكون في عنا غطى تيكون في عنا مين يخد لنا حقنا يعني اليوم أنا بصوت لك أول مشكلة بفكر بدكتور ترابلس الدكتور أنا أعطيتك صوتي تفضل أنقذني عملت أكسي دام ما بعرف شو الديانت ما قدرت وفيه تديون أنت مجبور فيه وقال لا وشفنيها بالانتخابات طلبنا منهم خدمة ما خدمونا رحنا على غير مطرح نكاية بهذا في فرق بين أنك تكون ملتزم بحزب بفكر بنهج بعقيدة وفرق بين أنه كمان أوقات نحن مصلحنا هذا لأنه أخفقوا عن بناء دولي أو كان في دولي ساهموا بهدمة تتصفي المرجعيات هي المتمسكة بحياة الناس والناس يرجعون لها والمرجعيات تتعب بس بتكون مبسوطة أكتر من أنه يكون في دولي وأنا لا أعمم لأنه في ناس طبعا طبعا بيريدوا يكون في دولي وحكم القانون وحكم الدستور وهذا يلي الأحزاب ومش بالضرورة الأحزاب والبيوتات السياسية يعني هؤلاء البكوات اللي عندهم ألقاب وأحيانا كمان المرجعيات الدينية أوكي ما بينسبهم يكون في قضاء مستقل قوي حكم القانون فبتلاقي إيش عادي أنه هيك مجتمع مجتمع قبائلي بس مش لازم من بعد كل اللي صار نكون هون لازم نحن نروح نخلق ثقافة قانونية ونخلق قضاء قوي مش بس مستقل قوي عادي المستقل أكبر مثال المشكل اللي صار على قانون الأحوال الشخصية هاي وحدة منه هاي وحدة منه وفي مشاكل عديدة هاي طبعا في كتير قصص أسيس قبل ما يخلص وقتنا آخر سؤال بدي ألتزم فيه حرفيا لأنه كتير حبات ماذا لو لم يرى الإنسان العدالة بعينيه على الأرض ماذا يفعل هل عندما يلجأ إلى العنف يكون الخيار السليم وإذا لجأنا للعنف طيب حساب السماء وين قبل ما جاوبك عليه بدي أقول لك الأي يلي الناس لربما بيعرفوها وسمعوها بيوم أيام بتاريخنا المعاصر مبرق المذنب ومذنب البريء مبرق المذنب ومذنب البريء كلاهما مكرهة الرب بس خليني أولى لأنه لازم تنقل أوكي ونحن من مارسة ببلادنا التاني إن رأيت ظلم الفقير ونزع الحق والعدل في البلاد فلا ترتع من الأمر لأنه فوق العالي عاليا يلاحظ والأعلى فوقهما أنا بقول آخر شي إذا شفت هيك شار بين أنك تكون ظالم أو مظلوم بال بالمظلومية وما تصير مجرم ولكن نحن إذا واحد إنسان حقاوي بيعمل تجاه الضمير وتجاه الله بيأخذ الخطوات اللي لازم يخذها كمواطن صالح وكمؤمن صالح وبالأخير بيسلم لأله بس أكتر ما بيقدر يعمل يعني خطأ أنه يروح ياخد ينفذ العدالة لا أنا هلأ عم نبسط وأنت قلت لي خلص خلص الوقت هلأ بتطلع علينا آخر سؤال بتطلع علينا المخرجي من فوق تفقعنا صوت من الشباك لا ما منتعامل أبونا أسيس هلأ بيسدقون بعدين الصبايل عندهم اللي عندنا ما في ألطف منهم ولسانهم حلو بتطلع سأبدل لك شي كتبت في الثورات بأصحاب السيادة ناقشت الثورات وإذا كان الناس بينتزعوا حقوقهم وبقوتهم وأيمتا من قصة سهلة وهذا في جدلية عليها مثلا اليوم الولايات المتحدة الأمريكية بعد فيها فريقين فكريين مضمرين الناس ما بيعرفوا عنهم في ناس بعدين بيقولوا أنه الثورة الأمريكية للتحرر من التاج لبريطاني كانت خطأ هاي دقلال بيعرفوها انتبهت وفي ناس بيقولوا لأ كان لازم تصير وربحة الثورة وصار فيه ولايات المتحدة غير بريطانيا في ناس لليوم بيقولوا الثورة الفرنسية كانت خطأ الشنيع بآثار المدمرة للدين والكنيسي وكانت ثورة علمينية شي يا رب تنجينا ما تفكر أنه هل أدي الصطأ والثورة الشيوعية بس واحد يبيحكي عن الثورات أنا وصلت للخلاصة علما أنه في ثورات بتعجبني بتقلك الحقيقة وبفهم منطقها القصة أنه بتفهم منطقها أنا مني مع الثورات أنا إنسان وصلت للقنيعة وساعدني للبحث في الليهوت وفي ناس كبار بتلاقيهم بالتاريخ واحد منهم اسمه تومة الأكويني ليش أنا ضد الثورات لأنه أحيانا الثورة بتعمل شيء أشنع من اللي أنت فرت عليه وبتعلم الناس عدم الانتظام وبتاخدك لتشفى مننا وتطلع مننا عقود لترجع تعمل انتظام عام يمكن هيدا اللي عم نعيشه هلأ طبعا بعد ما يسمى لا من بعد ما عملنا ثورة الـ 75 قبل هيدا الثورة لا يا خيم نحن الـ 75 عملوا ثورة وفي منهم نعملوها طبقية في منهم نعملوها ضد الغريب وفي منهم نعملوها ضد النظام الاقطاعي قصة كبيرة الـ 75 وبعدنا لليوم ما عرفنا نطلع طيب أسيس اليوم اللي عم يحضرنا شو الخلاصة اللي بدنا نعطيها للمشاهدين لإلي لزملائي للصبايا اللي ممكن نسمع صوتهم بعد شوية في كلمات في كلمات مقدسة في كلمات مقدسة نحن الليكسيك المقدس سمعنا هو بس أمين وهللوية لا تخزني أنا بحبهم كتير بدك أتحرك مبارح مبارح أنا كنا بجو رائع حفل التسبيح لأول مال آخر طبعا الأمين والهللوية حلوين بس أنا بدي أعلمهم كلمتين وية كتير بدون الأمين والهللوية ما قالوا النائمي الحق العدل الحق العدل لازم نرجل جمخنا ونرجع ننمي فينا حب الحق ثقافة العدل فعل العدل فعل العدل نعدل بحق بعضنا البعض بحق مستخدمينا أو رؤسائنا بالعمل أو زملائنا أو البيت أو الأولاد يكون في عدل إذا كان في عدل بيكون في أجور صحيحة إذا في عدل بيكون في أقصات مدرسية صحيحة إذا في عدل بيكون في مجتمع سليم أقل درجة من المشاكل فيه هذه بغاية الأهمية طيب فكرة كتير صغيرة فكرة كتير صغيرة لأن طلع الصوت والدخان أبيض طالما تحكي عن أجور ما أجور تاب اليوم كيف فيك تعطيني هيك بس نموذج صغير عن المالك والمستقجر المالك حقه يطلع المستقجر لأن قعد سنين يقبض مئة ألف بالسنة وشفنا المئة ألف صارت تعمل دولار واحد بنفس الوقت المستقجر كمان ما فيك تزدته على الطريق هيدا معه حق وهيدا معه حق هيدا يمكن عم بيكون قلبه قاسي بتطلب منه الرحمة ولو شفاء عليهم طيب مهة أسنين كلها المستقجر لما كان قاعد بنعيم ورخي وعم يستهلك البيت ما شفاء على المالك انت سألتني بس هاي وهو الأساس المتقاعدين وهو اللي رب ديني له للأنون اتنينيتهم ممي بالمئة وبأي السلطة وبأي الشعارات نرده هول الأوانين هلأ الثلاثة عنا لجان مشتركة نبحث بهذا الموضوع لازم يكون في عدل بحق الناس منقول هليلوية ما فيني قللك قلنا هليلوية مرة الماضي طيب شو للهليلوية راح للأسف انتبهت شو أسيس شكنا كتير لألك من حب كتير اللقاء معك ممتع ودايما بيخدنا لمطارح هيك نتخطى حدود الكلمة تتسير هيد الكلمة فعل عم نعيشه يوميا بحياتنا ويمكن نحن فينا من كل شي هلأ أنا وياك لما كنا عم نحكي من كل اللي ذكرته وفيهم مني من كل شي يعني بس انه الانسان بيجرب دايما يغلب الخير على اللا خير حتى بستعمل الشر وبرده كلمة منجرب معنيتا أنه نحن بعدنا مننا كتير يعني أنقياء للآخر لقد زيد كلمة بعد لا تأخذني الحق العدل الاستقامي تلك مفردات استقامي هولي لازم نعلمهم لحالنا ولولادنا وللمجتمع مرسي شكرا لألك بريك وامنتابع معكم مشاهدينا